دعونا نبدأ هذه الجولة بجولة مع مراسل أكستر نيوز المنتشرين بالطبع في مختلف محافظات الجمهورية أرحب بأزميل إبراهيم عزة من أسيوت والزميل أحمد الأفيوني من قنة كما أرحب بأزميلي محمد محروس من محافظة الأقصر لكن البداية ستكون مع الزميل إبراهيم عزة من محافظة أسيوت إبراهيم برحب بك يعني يمكن محافظات الصعيد تشهد منافسة شديدة وشرسة بشكل عام يعني دعنا في مفردات المشهد لديك حتى الساعة إبراهيم تفضل شكرا جزيلا لك ندا بعد مرور ساعة وبدعة دقائق تسير الأوضاع بكل سهولة ويسر هنا في محافظة أسيوت وربما كما ذكرت في صعيد مصر وهذه المنافسة الشديدة والمتميزة هنا بشكل خاص في محافظة أسيوت بتسير المنافسة يعني بصورة مختلفة تماما هذا يعني نصيب محافظة أسيوت من مقاعد مجلس النواب بنتحدث على 12 مقعد لم يحسم أي مقعد في الجولة الأولى لذا في هذه الجولة الجديدة جولة الإعادة من جديد يتنافس عدد من المترشحين وبالتحديد نذكر بصورة إجمالية بهذه الأرقام 24 مرشح بيتنفسه على نصيب المحافظة في مجلس النواب القادم 12 مقعد عما عن الإجراءات الاحترازية والتي أيضا تحدثت عنها التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات هناك عدد من الخطوات وهناك عدد من يعني الإجراءات التي وضعتها وحددتها وألزمت بها الهيئة الوطنية للانتخابات إن كانت سادة المستشارين أو الموظفين أو أيضا المواطنين لذا وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكمامات المتواجدة على مداخل اللجان لمن ليس لديه كمامة يعطى له كمامة بالمجان للإدلاء بصوتي أما إذا تحدثنا أيضا على التأمين التي وضعته وزارة الداخلية هناك خطة بالتأكيد لتأمين هذا الاستحقاق يمر بكل سلامة في المحافظات المصرية محافظة السيود بتأتي ضمن 13 محافظة بتشهد هذا الاستحقاق في صباح هذا اليوم ولكن اسمحي لي في هذا البث الحي والمباشر أن هناك وجه آخر من هذا الاستحقاق سنستعرضه مع حضراتكم في هذه الصورة المباشرة هناك عدد من الحملات الرئاسية التي تهدف إلى ضمان صحة المواطنين على سبيل المثال هنا حملة 100 مليون صحة التي تواجدت في هذه المدرسة وتحديدا في المعهد الأذهري الذي يضم لجنتين فرعيتين لمن يدلي بصوته أيضا يستفاد بهذه المبادرة الرئاسية فيغضى لعدد من البروتوكولات وأيضا عدد من الخطوات للاستفادة من هذه المبادرة بنتحدث على قياس الضغط وقياس أيضا السكر وما إلى ذلك وأيضا سنعود مرة أخرى مع حضرتكم مجاهدين لهذا الاستحقاق فإلذا هناك تواصل مستمر مع مدرية الصحة وأيضا المدريات المختلفة في المحافظات المصرية إن كنا نتحدث عن التربية والتعليم أو أيضا الصحة فكل منهم دور ولكل منهم تكاتف حتى تصبح هذه الصورة التي نراها في اليوم الأول بل في الساعات الأولى في جولة الإعادة للمرحلة الأولى هذه هي الصورة ندى والكلمة إليك مرة أخرى نعم الزميل إبراهيم عزة أنا بشكرة جزيل الشكر كنت معنا مباشرة من محافظة السيوطن